اهلا بكم مشاهدين الكرام تحية طبية لكم اينما كنتم معاكم دايما في العيادة على قناة الحياة اللي بنحاول من خلالها نوفر جزء مخصوص لامراض الذكورة في عيادتنا ومن فقراتنا دايما بيشار لضعف الانتصاب بالعجز الجنسي او بالضعف الجنسي وبيكون غالبا منتشر او شايع في الرجال فوق سن الاربعين له طبعا اسباب كتيرة عضوية ونفسية قد يكون متكرر قد يكون مفاجئ ولكن الاكيد انه هو علامة واشارة لمشاكل صحية تانية موجودة عند الرجل مهم جدا عند استشارة الطبيب انه تكون الاسباب دي واضحة ليه لانه هيوصف العلاج المناسب اللي من خلال العلاجات دي او واحدة من العلاجات دي هي الدعامات بتكون كل تفصيلة بيقولها المريض مهمة جدا للطبيب حتى البيئة ونشاطه اليومي اللي هو البيئة اللي عايش فيها ونشاطه اليومي اللي بيقوم بيه بيبقى مهم جدا التفاصيل دي عشان يدي له الدعامة المناسبة هنعرف النهارده في فقرتنا ايه اسرار نجاح اختيار الدعامة المناسبة لعلاج ضعف الانتصاب مع دكتور خالد سالم استاذ جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للزكورة اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك دايما منورنا الله يخليك ندخل على طول على الدعامات احنا عارفين ان فيه نوعين وكل نوع فيه انواع تانية كمان خلينا ندي كده سكانينج لكل ده اه الدعامات عموما اه نوعين النوع المارن والنوع الهيدروليك اه النوع المارن اللي موجود هنا في مصر فيه الالماني وفيه الامريكي والنوع الهايدروليك فيه القطعتين والثلاث قطع كل واحده من دول لهم مائزات وعيوب فبالتبعية يبقى الميزة الأساسية فيها عيان محتاجها العيب الأساسي اللي فيها في عيان ما تتناسبش معاه يبقى بتبعديه عن دي دور دكتور الزكورة أنه بيشوف ظروف المريض واللي يتناسب مع حالته وبالتبعية بيوصف له نوع دعم يعني يتم اختيار الدعمة بالتوافق ما بين الدكتور والمريض خلاص فيه أحيانا عوامل طبية ممكن تفرض على الدكتور دعمة معينة يعني حتى لو المريض عايز حاجة عكسها يعني عايزة أقول إيه إن هو قرار مشترك أحيانا المريض بيصلح له جميع أنواع الدعمات فأنت بتقول له اختار زي ما أنت عايز يعني حسب الزروف ولذلك هنا ده على طول يعني نجاح العملية مبني على اختيار أول حاجة اختيار المريض وليس اختيار الدعمة يعني المريض هتختاري المريض الصح اللي محتاج الدعمة العملية هتبقى النتاج بتاعتها رائعة يعني رضا المريض عن النتيجة العملية هيبقى سعيد جدا عظيم إيه الأسئلة اللي أنتوا بتسألوها قبل ما يتم إجراء العملية عشان تحددوا فعلا إيه الدعمة المناسبة للمريض برضو احنا قبل قرار الدعمة المناسبة هو قرار الدعمة ذات نفسه يعني احنا برضو بنرجع لنفس النقطة اللي هي اختيار المريض اللي هو محتاج الدعمة يعني أنا حدي أمثلة بسيطة وسريعة دلوقتي مريض لا يستجيب على الأدوية ولا يستجيب على الحقن اللي هم الطريقتين اللي هم خلاف يا أدوية يا حقن يا أجرحة مريض لا يستجيب على الاتنين دول أقعد أحاول وضيع وقت المريض وعقده ونفسيته تتضمر وأحيانا حياته الزوجية كلها بتتضمر يعني المريض مش قادر يقدي واجباته الزوجية طبعا حياته هو مش بيأثر عليه هو لوحده بيأثر عليه وعلى الطرف الآخر فإذا أسرة كاملة ممكن تتهدم بسبب المشكلة ديت يبقى أنا لو ما حلتلهش المشكلة حل يمكنه أنه هو يستكمل مشوار حياته يبقى أنا يعني مريض لسه عايز يتجوز وعنده مشكلة والأدوية مش نافعة معاه طب خلاص يبقى أنا هعمله يبقى إذن اختيار المريض مهم جدا مريض لا يستجيب على الأدوية مريض الأدوية غير مناسبة بالنسبة له مريض عنده مشاكل في العضو الزكري أنت محتاجة يعني مثلا عنده تليف عنده مرض بيرون عنده عيوب معينة أنت محتاجة صلاحه له مريض هو مش عايز يعني إيه يفضل طول عمره ماشي بأدوية وكلام ده طبعا الكلام ده لا تناسب مع السن الصغير يعني أنا أتكلم على إيه يعني مثلا مريض سنه صغير وعنده مشكلة والمشكلة دي يعني مثلا سي عندي مريض عنده سنه عشرين سنة أو ثلاثين سنة وعنده سكر المشكلة دي مش هتحل مع المدى الطويل يعني يعني هو حاجة مزمنة بالزبط كده أو مريض عنده تصلب يعني عنده كوليسترول عالي جدا فانبواز الأوعية الدموية فإذا المشكلة دي معاه من هو صغير يبقى دي هل المريض حيفضل عايش بقية حياته بأدوية يعني مش حينفع النقطة التانية معظم الناس اللي سنها صغير بيبقى احتياجها أو الديماند الاحتياج للعلاقة عالي بعكس لو واحد سنه كبير المريض حيتجوز جديد يعني مثلا سي مريض سنه خمسين سنة ستين سنة سمعين سنة وزوجته توفت وعايز تجوز تاني أو المريض عايز تجوز جديد لأنه هو ما انجبش من الزوجة الأولينية وعايز تجوز زوجة جديدة عشان ينجب منها يعني فيه أسباب كتيرة اجتماعية بتستدعي إن هو الاحتياج للعلاقة يبقى علي في الحالة دي الدعمات هتبقى مناسبة جدا مش حينفع إن أنا أمشي واحد بالأدواء بالطريقة دي ولا سيما إن تكرار الاستخدام ممكن يبقى له مشاكل كتير يعني أنا بتكلم بالنسبة للأدوية فده بالنسبة لاختيار المريض مريض مثلا أنا حد دي مثال بسيط جدا مريض عنده مشاكل في النظر لو المريض ده أنا ديته الحبوب والمنشطة ممكن تبوزن نظره يعني أنا بس لأني لها تأثير سلبي على النظر أنا بدي مثال مريض عنده مشكلة في السمع بعض الأدوية المرشطة لها تأثير سلبي على السمع يعني ممكن أن أفقد سمعه بالكلية فإذا أنا مش هغامر بده فهنا الحالة دي الدعمة هنا حتمية بالنسبة له طبعا دي كلها لو نلاحظ إنها تفاصيل بالنسبة للمريض يعني أنا جايي للمريض أه ممكن للمريض ده الحبوب المرشطة تستجيب معه بس فيه موانع ما قدرش هدهاله يبقى في الحالة دي الدعمة بالنسبة له هتبقى حل أفضل طبعا كل الأمور دي بتتشرح للمريض بحيث يبقى هو فاهم الدعمة ليه هي مطلوبة بالنسبة له الدعمة هتدي له هتحلله المشكلة بصورة نهائية مش هيبقى الأم من أي حاجة وقت ما يحب يعمل علاقة يعمل علاقة مش هيبقى محتاج أنه هو يستنى ياخد أدوية ويستنى للإستجابة بتاعتها أو ياخد حقنا ويستنى للإستجابة بتاعتها يعني كل الكلام ده طلعنا براه يبقى إذن هنا المريض أنت تبقى لظروفه الاجتماعية والصحية أو الصحية والاجتماعية بتقدر توصف له إيه الدعمة عظيم إيه هو دكتور يعني أثناء استخدام الدعمات أو تركيبها النسيج الكهفي اللي لازم يراع يتم مراعاته أثناء إجراء العملية ممكن نشرح هنا بقى أنا هتعرض من مجموعة من الحقاق والأكاذيب اللي يعني بيروج له عظيم يعني أنا عايزة أقول إيه في طبيب من أحد دول العربية بيتكلم على إن الدعمات ممكن تستخدم لتطويل العضو الذاكري هذا الكلام جملة وتفصيلا خاطئ 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 يعني ده ضد يعني زي ما أقول إيه الشمس بتطلع من الشرق هو بيقول إنها بتطلع ما يفعش ضد العلم يعني ضد العلم ضد العلم أنا دلوقتي الدعمات هي بتتحط داخل النسيج الكافي يعني أنا عندي التركيب التشريحي بتاع العضو الذاكري هو عبارة عن النسيج الكافي ولو غلاف بنسميه تيونيكا خلاص أنا بحط الدعمة داخل التيونيكا وكان الأول من وضع الأساس لهذه العملية وهذا التكنيك ما زال مستخدم حتى الآن على كل العلم يعني ما فيش حد بيشتغل خلاف ذلك إنه هو تتحط الدعمة داخل النسيج الكافي وكان أول دكتور على مستوى العلم دكتور البحيري رحمة الله عليه أستاذ الجراحة في الأصل العيني هو اللي حط هذا التكنيك في الستينيات وكل العالم غرب وشرق وكل الناس ما زالت بيستخدم هذا التكنيك لأنه كان قبل كده اتعملت محاولات إنهما حطوه بره الجسم الكافي وكانت بتخرج يعني تخرج وتطلع بره الجسم فإذن أنا بحطها داخل الجسم الكافي الجسم الكافي ده له أبعاد أنا مش حادر أحطه بره الأبعاد ديت فإزاي أنا حطول عضو إزاي ما هو قال أزوده طول أو أزود تخانة التيونيكا أو الغلاف بتاع الجسم الكافي له أبعاد ما أقدرش أتجاوزها يعني إزاي بالضبط كده أنا عايز أقول مثلا مثلا قميس مقاسه أربعين إزاي أخليه يبقى مقاس خمسة واربعين من سبع المستحيل كلام مش مظبوط يعني فده بالنسبة من ضمن الأكاذيب اللي هي ممكن تتقال نيجي بقى لحكاية المحافظة على الجسم الكافي مفيش حاجة اسمها محافظة على الجسم الكافي أنا القاعدة الأساسية عشان المريض نجاح الدعامة يبقى راضي عنها أن أنت بتحطيله أقصى طول وأقصى سمك يستوعبه الجسم الكافي يعني إحنا عندنا مثلا المأساة بتاعة سمك الدعامات عندي 9 و10 و11 و12 و13 إحنا متقالين كم تخانة خمسة طيب أنا بحط التخانة دي على أساس إيه على أساس أقصى ما تستوعبه الجسم الكافي أقصى ما تستوعبه فإذا أنا حقول أنا ححافظ على الجسم الكافي حافظ عليه إيه المقصود بكلمة حافظ عليه إذا كنت أنا حاملة الاتيونيكا كلها بالدعام التصور ده بيروج له من بعض الأطباء وهذا التصور ضد الطب والطب ما قالش الكلام ده يعني لو رجعنا لكل المراجع الطبية مش هتقول هذا الكلام طبعا هذا الكلام أنا لا أقصد به إن أنا يعني أسفه كلام دكتور بيقوله أو أعرضه أو حاجة كلام ده غير صحيح إحنا لو شفنا دعامة رجبة وهي قصيرة أقل من الحجم المطلوب أو أرفع من الحجم المطلوب إيه اللي بيحصل؟ المريض بيبقى أرفان وهو مش قادر يستخدم يعني أنا عايزة أقول إيه لو فرضنا إنه مريض يستوعب تخانة 13 وأنا حطط له 9 أو 10 هيبقى العضو بتاعه هيبقى أرفع كتير 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 من هو ما هو اللي كان بلاحظه من حياته بالظبط هل المريض حيبها بصوت؟ لا حيبها متدايق لو فرضنا في الطول نفس القصة هو يستوعب 20 وأنا حطط له مثلا 18 أو 17 برضو حيحس إنه هو انخفض بصورة طبعيا هل إحنا بنغير دعمات كتير نتيجة بعض هذه التصورات الخطأة؟ نعم يعني بيجي لنا مريض الدعمة بتبقى محتاجة 2 و 3 سنطة عشان تكون مناسبة يعني مناسبة بالنسبة للمريض يبقى مسألة كلام حكاية أنا بحافظ على الجسم الكهفي والجسم الكهفي حيشتغل ومش حيشتغل كل الكلام ده جملة وتفصيلا خطأ طبعا كممكن جدا إن أنا ما أقولش هذا الكلام هو تجاوز عن نقطة دية عشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التضارب ويحصل بالبال المريض لا هي دي الحقيقة عظيم جدا إلى أي مدى دكتور بالتالي خبرة الجراح هنا بتختلف وأنا كمريض برضو أعرف إزاي أنا مش عايزة غامر خبرة الجراح يعني أنا عايزة أقول إيه أنا مجرد يعني أنا لو زرت 2-3 دكتورة وتنقشت معاه هقدر ألاحظ كويس جدا هو إيه مدى خبرته آه زيبا يعني ده ده كلام أول حاجة أنا قبل ما يقبل الجراح هو قاعد في الانتظار فيه مرضى تاني حيسمع منه وحيبقى عارف إزا كان هو يعني المرضى اللي قبليه اللي هم عملوا هل هم ساتسفاي يعني مبسوطين ولا لأ ده يقدر يعرفه النقطة التانية إن هو نظرة الجراح وهو بيتناقش معاه حتى في اختيار الدعامة وحتى في المشاكل اللي موجودة في العضو أثناء تركيب الدعامة هو حيقدر يستوعب منها مدى خبرته لأنه حيلاقي إنه هو بيقوله كلام ما سمعوش من جراح آخر يعني أنا حدي مثال بسيط جدا يعني لو فرضنا إنه في مريض عنده تلايف والتلايف ده واضح لو خبرة الجراح مش كويسة الدعامة لاحيحطها مش تبقى كويسة إزاي أنا أتعامل مع هذا التلايف يعني فيه تلايف يعني أنا حدي مثال لو فرضنا إنه فيه التلايف ده موجود في الجزء الأسفل من العضو يبقى في الحالة دي أنا عايز أركب دعامة يبقى الدل بتاعها رفاية عشان أقدر إنها تدخل يعني أقدر أتعامل بها مع التلايف زي مثلا دعامة الألبانية تنفع معاه في الحالة دي عندي مريض فيه تلايف عنده في الجزء الأمامي اللي هو أسفل الرأس يبقى في الحالة دي أنا محتاج دعامة التب بتاعتها أو المقدمة بتاعتها تبقى رفاية عشان تأدبت على تتنغمت زي الدعامة الأمريكاني هفترض إنه مريض محتاج مقاس مثلا من المقاسات الوسط زي مثلا 12 أو مقاس 10 دول موجودين في الألماني فقط يبقى في الحالة دي أنا ما عنديش مشكلة الدعامة دي موجودة ودي موجودة أركب له الدعامة اللي تدي له أفضل سمك يبقى إذن النهاردة خبرة الجراح عامل مهم جدا جدا في التعامل مع التلايف في اختيار المقاس في مشاكل أحيانا أنت ما بتكتشفهاش إلا وقت العملية العملية اللي أنت تلاقي فيه نقطة معينة فيه اختناء معين لازم تتجاوزيه عشان تقدر تحطي دعامة مناسبة في السمك أحيانا بيبقى العضو الزكري مدفون فأنت محتاج أن أنت تحلله مشكلة العضو المدفون دي بنعمل بنشيل الدهون اللي في منطقة العانة مع العملية ونعملهم الاثنين من جرح واحد أحيانا المريض بيبقى عامل عملية كتيرة عند مجر البول فما ينفعش تشتغلي من أسفل العضو بتتطر في الحالة دي تشتغلي من ظهر العضو لازم الجراح يبقى عنده كل الخيارات الجراحية بحيث أنه يدي للمريض أفضل نتيجة أما مسألة أنا بشتغل دعامة واحدة بطريقة واحدة هي ديت هنا مؤكد النتاج مش هتبقى مرضية للمريض في نسبة واضحة من المرضى دول أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على كل معلوماتك وإضاحاتك الدكتور خالد سالم أستاذ جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للزكورة شكرا لك والشكر موصول لكم مشاهدينا دايما نخليكم في العيادة على قناة الحياة معنا أهلا بحضراتكم مشاهدينا فقرة جديدة من العيادة هنتكلم الفقرة دي عن الصحة والرشقة واللي كتير طبعا بيستنوها عشان تعرف أصرار كتير عن الصحة ده مهم جدا الجسم المثالي ده أيضا حاجة مهمة وإزاي كمان تقدر تحافظ عليه بشكل مزبوط جدا دكتور أحمد نوبل أخصائي تغذية العلاجية وعلاج اسمنا هتكلمنا النهاردة عن موضوع مهم وهنتكلم فيه عن إزاي تعرف أن أنت خسيت وزنك بشكل صحيح وغير دار على جسمك أو صحتك تعالى بحضرتك نورنا يمكن أوقات ممكن نقول أن سهل أن إحنا نخسر وزننا لكن إزاي نعمله بشكل مزبوط وبشكل ما يكونش فيه أي أضرار على صحتنا خلينا أقول لحضرتك بجملة شكلها واقعي أكتر سهل يتضحك عليك ويحسسك أن أنت حصرت وزنك ليه؟ جسمك بتكون من عضلات دهون ومية وعظمة أنا ممكن أديك نصف قرص ينزل لك 5 لتر مية من جسمك حضرتك تبقى خسيت 5 كيلو حضرتك كده خسيت خسيتش إن أنت شربتهم جسمك حمليهم تاني بالزبط فالفكرة مش عملت ميزان فكرة اللي أنا أقف على ميزان وأشوف أن نهاردنا بقيت كام وبكرة بقيت كام دي مش دي صح الصح الان بادي الان بادي جهاز بيقول لي أنا كتلة الدهون في جسميات دي كتلة العضلات في جسميات دي كتلة العضل كتلة الماء وهكذا وهو ده اللي احنا في شركة OnTarget هو ده اللي احنا عايزين نوصله اللي أنا أقللك نسبة الدهون في جسمك وعلى بالمصطل العضلي ليه؟ لأن كلما الجسم بقى صحي أكتر كلما العضلات فيه زادت أكتر كلمة عضلات اللي هي اللحمة بالنسبة للمرأة عشان بس السيدات لما تسمع كلمة عضلات ما أقولكش تتكلموا كده الرجال فقط لا هي النسيج العضلي هو مصطلح علمي للحم اللي ربنا خلقه هل فإحنا كلما بنزود النسيج العضلي أو قوته بالنسبة للراجل أو بالنسبة للست جسمك بيبقى شكله أشيك بتحرق أفضل لأن زي ما نقول إيه طورنا الماكينة بتاعت الجسم زي ما بيقولوا كده قوان متناسق تشد تمام اللي اسمه الفاين تيونيج بتتبقى اللي هو البادي ري شيبينج الشكل المتناسب بتاع الجسم الفكرة كلها إن العضلات هي اللي بتحرق في الجسم فكل لما تحسن أداءها كل لما أنت بقيت بتخسر وزن بسهولة من الدهون كل ما بقى شكلك أقوى وكل ما شكلك بقى صحي أكتر فعشان كده فكرة اللي أنا أقف على مزان وأمشي مع حد مش مختص يحط لك نظام سواء بتستخدم فيه دواء غير مرخص أو دواء مرخص بس أفلي فوليوز يعني مثلا دواء للضغط بصوب يدهولك عشان ينزل لك المياه في جسمك كل الحاجات ديت الغلط عشان كده إحنا في شركة أونترجة فرما عندنا فريق طبي كامل يقدر يحط لك الضيط الغذائي المناسب لجسمك اللي يخلي محتوى العضل عندك كويس نسبة الكالسين في جسمك كويسة عشان العضل نسبة المياه في جسمك كويسة عشان الهيدرويتنج لجسمك ما يبقاش جاف بشرتك ما تبقاش جافة شعرك ما يقعش صحيح ودي الحاجات يعني بعض الحاجات حياتك قلتها الشخص لما بيخس وبيكتهد كده لوحده وبياخد رجيم من شخص تاني يعني بيواجه المشكلة بيواجه المشكلة طيب ازاي اعرف ان انا في الطريق الصح ان انا بخس عضل او زي كتلة الحماية زم حياتك بتقول او بخس دهون اعرف منه وايه الاعراض اللي بتبان علي احنا خليلنا نقول الموضوع من الاول خالص حضرات دوليتي واحد عايز تعمل ضايت تمام بيتكلم شركة انت رجيت فرما ارقام ظاهر على الشاشة وحننوه ازاي طرق التواصل يعني لقيت دكتور طلب منك تملى فورمو طلب منك تملى امبليكيشن امبليكيشن ده في سنك في تاريخك المرضي هنا بقى النقطة ضغط سكر غدة انيميا اي مشاكل عندك املاها في الكلام هيتطلب منك انبودي لان احنا بناعتمد في الشركة عندنا مش على الميزان على انبودي انت في الانبودي انا كدكتور في الشركة بشرح لك بقولك والله بص انت عندك مستوى العضل عندك ضعيف شايف الرقم ده توقع الفترة الجاية انه هو يعلى العضل شايف الدهون عندك عالية والدهون عين بسر الفات وصاب كيتين ياس فات اللي هي الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد بشرح لك كل حاجة شايف الدهون الحشوية دي غلط عايزين نقل بيها عندك نسبة عالية فانا كده اديتك حاجة تبص عليها العضل انت متوقع الأسبوع جدا الأسبوع اللي بعده النسبته تعالى والدهون متوقع النهاية تقل تيجيت حاسبني بعد أسبوع ولا دكتور مثلا او قال او قال لي بالنسبة وده طبعا بيعرف الشخص من العين بادي انا بقى كدكتور بشرحولك مش مجرد لانا بقولك في الجسمك تاتا قطلة انا بحط لك النظام الغذائي وبتابع معاك وبفهمك انت كل أسبوع ممكن جسمك يتطور ازاي كل ده بمساعدة ايه؟ الاناسي ليه؟ خلينا متفقين ان اي ضايد غذائي مع اختلافهم طبعا احنا قلنا كل شخص وليه ضايد مختص بيه؟ بس كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة ان هي كمية الاكل بتقل فيه جدل في النقطة ديت؟ لا طبعا ازاي كمية الاكل تقل وحضرتك ما تبقيش متضايقة ان انت ماشي على ضايد بالزبط المعدلة كده بقيت فيه جاب كبير صعبة كده واحد بيأكل قليل حجم المعدة كبير محتاج ومع ذلك حجم المعدة مش مكتمل بعايز يأكل اكتر طب ازاي هنعادل الجاب ديت؟ بناخد أناسيليم هو اللي بيعدلنا الكفة ديت ايه لأناسيليم؟ أناسيليم دي اكياس اكياس بتتحطي على كباية مية وبتتشرب وبعدها كبايتين مية قبل الاكل بنص ساعة الاكياس ديت المادة الفعالة فيها اسمها السيليم هاسك سيليم هاسك دي بزور طبيعية ربنا خلق لها طبيعة فيها سبحان الله اول ما بشوف مية بيبدأ يتضاعف حجمها عشر اضعاف فلما بنشربها بماية وبنشرب بعدها كبايتين مية وبنسيبها قبل اكلة بننضي ساعة بعدها مباشرة ولا ممكن؟ بيبدأ يعمل بالون في المعدة تبدأ عطوة تتنفش في المعدة يعني انت حضرت لوحتي عملت سنار وانت واخدأ أنا سيليم على معدتك هتلاقي عشاعة تلفزيونية هتلاقي ان فيه بالونة في المعدة معدتك فيها حيز كبير متاخد فالبالونة ديت لما بتبلق ثلاث اربع حيز المعدة فكده اللي فاضل للوجبة بتاعتك هتلاقي وده يرجعنا النقطة هو الفكرة الاساسية لأي ضايت تقليل كميات الاكل ازاي يقلل كمية الاكل وما جوعش بالأنا سيليم كويس جدا ده صغر لي حجم المعدة بشكل مؤقت لحد ما خلص الوجبة لحد ما خلص الوجبة 12 ساعة كويس جدا يعني ممكن ايخد دلوقتي مثلا قبل الاكل قبل الغدا بساعة يفضل قاعد مال حد العشو مين برضو بيحدد الجرعات؟ الدكتور على حسب الحجم طبعا على حسب حاجات كتير جدا انا في الشتاء اللي جاي طبيعي فيه جوع اخر الليل اللي عشان الجسم عايز تدفى وبتبقى رجع من شغلك فعايز تاكل عشان الجسم فقط صارات حرية عشان يتدفى خلال اليوم فالحالات دي بتزيد جدا للفترة بتاعتى ازاي احنا نتعامل معاها دي بقى عندنا تعال بالليل خد كورس الانسيلين بتاعي حيمللك معدتك فيه شخص تاني يقول لك انا بحب سكريات بحب الحلويات فيه سكر عندنا اسم سكر سيسل مففوص صارات حرارية الجسم مش بيمتصوا بيديك حلاوة السكر من غير صارات حرارية استخدموا في المعجلات بتاعتك في المجموزات بتاعتك في السكر في العصاير بتاعتك استخدموا فانت كده محسدش ان انت في استرس محسدش ان انت في ضغط تبتاكل اللي انت عايزه وشبعان لان الجوع هو العابق الاساسي في الضغط انت مش هتجوع فالتالي الضغط بنسبلك بقى سهل حلوة قوي طيب ارجع تاني مع حضرتك لفكرة انا بخص دهون ولا بخص عضل هل في بعض الاعراض اللي ممكن تبان علي اعرف منها المؤشرات ان انا مش في الطريق الصح يعني بشكل كده عام نزول الدهون لو انا مثلا بعمل ضغط انا من نفسي هنزلي اتنين تلاتة كيلو اعرف ازاي ان انا في مرحلة خطر وقد ده ممكن تكون مؤثرة لان او نزلت عضل مؤثرة على صحة جسم حلوة فيه جريدز يعني ايه فيه جريدز يعني فيه درجات كل درجة بتختلف عنا التاني يعني اول درجة انت مثلا عملت ضغط ام اول حاجة الانسان بيحس بيا لما بيعمل ضغط انه هو هزيل يومه مش ماشي صح لو كان بيشتغل عشر ساعات دهت مش قادر يشتغل ثلاثة اربعة ساعات ده ليه؟ مدتش لجسمك كفيته مدتش للجسم بتاعك الكمية البنزين الكافية عشان يحرق بقيت يومه احنا في الشركة عندنا او انا كدكتور داخل الشركة انا فاهم ان حضرتك محتاجة الفين سعر حرارة في اليوم كويس جدا انا بشير منهم خمسمائة وبدكي الف و خمسمائة سعر مش هحس طيب ان انا محتاجة ده؟ مش هتحس ليه؟ لاني فيه مكان مليان اوكي فيه بالك في المعدة انتي قريدي شابعانة هي ديني احساس بالشبع بالضبط فاول خطوة ازاي تحس ان انت ماشى على ضايت غلط على طول حس ان انت هزيل مش حلوة مش يعني مش حس ان انت نشيط الضايت مش معناه ان انت تبقى هزيل الضايت معناه ان انت تبقى عايش حياة صحية احنا بنخلص ايه؟ عشان نبعد عن الامراض عشان الضغط ما يعلاش عشان ما يجلنا السكر عشان ما تجلناش جلطات كوليسترول وعشان ما الكوليسترول يمدي جلطات طبعا فبالتالي الضايت عشان تبقى انسان صحيح وقوي صحيح طب ازاي بنلاقي ناس ماشي على ضايت وضعيفة ايه لجاب ايه؟ ازاي ده؟ ايه حاجة مش طبيعية يعني مش ده الطبيعي ده ده الغلط ايوه انت لو بقيت ضعيف احظون انت ماشي على ضايت ده جزء مهم جدا لان اغلب الناس يا دكتور يقولك اصلا انا عامل ضايت اصلا انا مش قادر اتحرك فكويس ان احنا بنوعي الناس بفكرة ان الضايت لو مش صحي يبقى انت كده شكلك هزيل تعبان مش قادر مفيش مقاومة الضايت الصحي يخليك تلعب رياضة بقوة بدليل كل الرادير ماشيين على ضايت صحيح نظام غذائي بالزبط لعيب كورة مثلا مش ماشي على نظام غذائي قوة جدا معنوه بيتمرن كل يوم بيتمرن كل يوم وجري وعدد ساعات تدريب كبيرة وتدريب شوك هل معنى كل التمرين ده ماشي فعلوش ان هو يعمل ضايت؟ لكل اندية جايبة نوعية الاكل يا دكتور نوعية الاكل وكميته بيأثر على التمرين والرياضة والباور اللي بيبقى عند الشخص كويس قوي اللاعب هو انت شايفه قوي ليه؟ لانه محطوط لنظام غذائي صح محسسوش ان هو ضعيف انت ليه بتحس ان انت ضعيف؟ لان حضرتك خدت النظام غذائي بتاع صاحبك اللي هو اصل اللي واخدت صاحبه فبالتالي ده مش محسوب لك انت مش معروف انت عضلاتك كانت ايه وعايزة تزيد لإيه مش معروف الديفول اللي عندك ايه مؤشر كتة جسمة مختلفة كلياً كل حاجة مختلفة فده اول جريد اللي انت تحس انت ضعيف في بقى جريز بالنسبة لبنات ممكن انت تحسها شعرها بيقى بيتقصف كتير الضوافر بتتقصف هلات هلات ايه؟ ازاي انت ماشي على ضاية صح ويطلع لك هلات دي بقى عملها كتير جداً يعني حيتك دلوقتي بتصح كل المفاهيم طبعاً لان المهمة قوي يعني تقريباً كتير من البنات بيقع شعرها الدوافر الهلات الشحوب البشرة ملوش علاقة بالضاية يا فندم لو حضرتك ماشي على ضاية صح مش هتحتاجي حاجة خارجية ان انت تعديلي فاية بشرتك بكل وضوح يعني مهم ان احنا نقول كورس الاناسيليم معاه ضايت طبعاً ضايت بمفهوم ايه؟ تغذية مظبوطة او احرم؟ مش هيسمع هرمان هرمان هيعملي الضايت الغلط حملي في الشركة انا عطول بيقدم منتجين الاناسيليم ده اللي مش هيخليني اجوع ده اللي هيشبعني اللي بقى الاناسيليم مهم جداً الدكتور اللي هيبدأ يفهم شخصيتك ويفهم طبيعة عملك ويفهم طبيعة حياتك عشان يقول لك الاناسيليم ده تمشي به ازاي كل بساطة حضرتك متعرفش سوء جيت جبتلك عربية احدث موديل تخلي بقى فحده طبعاً عربية احدث موديل لان الاناسيليم هو اجدت حاجة في الضايت لو مفيش معاك دكتور يعلمك ازاي تستخدميه هتخديه ممكن تستخدميه غلط ممكن تستخدم خلاص انا مثلا اخدته انا شبعت خلاص فمش هاكل هتلاقي نفسك ماشيت على ضايت غلط فجالك مشاكل صحية لأ الدكتور ياخدك من ايدك يعلمك الاناسيليم دوت نطلع على الاول ازاي يعني ايد تستخدميه ازاي يناكل ازاي يمشيك صح مين اللي هيعملها طب ده معناه ان ممكن الشخص ياخده الفترة طبعاً انا قدت مئة وعشرين كيلو ونزلت الستين كيلو ينهر ابيض لعبت بطولة فيزيك تشريحة عضلي ودروقت انا ثمانين كيلو هو من مئة وعشرين لستين بارتنر ومن ستين لثمانين كمان بارتنر ليه؟ طبعاً خدتوا ليه في الزيادة ليه خدتوا في الزيادة؟ انا دوقتي راجل ويتليفتر بلعب حديد اجعان بشكل كبير لا تتخيله بالزبط وانا مطلوب مني بروتين بكميات محددة في اليوم يعني لو بقى ميت جرام ومتين جرام والحاجات بتاتل باكل مربع ميت جرام وخمسمين جرام عشان راجل طبعاً بيحتاج كمية بروتين عالية قوي بس البروتين لوحده مش بيشبه انا عشوية رز ومكارونا وبيتزا النفس امر بالسوق اللي بيقدر يحطني على الطريق ده خد الانسيليم مع كمية البروتين بتاعتك بتزيد عضل قوي اللي شوفني هيخد البس ده فيديني احساس بالشبع فانا حققت خلاص انت شبعت كويس جداً بس مع الشبع انت جسمك محتاج يبني طب هيبني من ايه؟ البروتين انا عرف انا محتاج البروتين قد ايه؟ انا محتاجة ايه في اليوم لازم ادي كميل انا محتاجة في البروتين في اليوم ممكن اضغط على نفسي عشان اكل ملالي معدتي خلاص انا ممكن اضغط على نفسي عشان اكمل كمية نسبة البروتين بتاعتي طب ما بتحسش بشعور الامتلاء طبعاً بحسب الامتلاء طبعاً بحسب الامتلاء لا مش غسيان مش هيوصل لهم مرحلت اه انا ممكن حتى لو وصلت في الاخر اللي انا مش قادر اكل حتى كمية اكلي اقسمها على وقبة تانية مثلاً انا محتاجة 400 جرام مش هاخدهم في وقبة واحدة ممكن اخدها على وقبتين عشان مع الانسيليم قفلني خلاص يعني ما ليلي معدتي مش قادر طب وممكن احس بالجوع بعدها بقد ايه وانا واخد الانسيليم فرايتي دي بقى مختلفة من شخص الاخر عشان كده مين بيحسبها الدكتور مش بيحسبها من مرة انت بيعمل زي ايبي تاستنج ايه الايبي تاستنج طب هل مثلاً حجمه في المعدة بينخفض بعد مثلاً كام قد ايه يعني اه قصة كلها هندي مثال ساهل اوي واحد وزنه 120 كيلو حجم معدته قد ايه كبير طبعاً واحد وزن 60 كيلو حجم معدته قد ايه صغير خلص فبالتالي الكيسي اللي ماله هنا ممكن يحتاج الكيسيني عشان ييمليه لك نفس الحجم حقيقي صحيح لا يحسبها طبعاً طبعاً احنا ضروري جداً وجود دكتور مختص هو اللي يقولك تمشي بالعربية دي ازاي هو اللي يقولك توظف الاناسيليم ده ازاي لان انت ممكن يكون معاك اقوى حاجة في الدنيا بس مش عارف بالظبط انت معاك قلم بيرسم الكيفية حلو احسن قلم في الدنيا عشان ترسم دي بس لو انت مش الرسام مش عارفة رسامة لازم تجيب الرسام هو اللي يرسمها دك طيب ليه اي اعراض جانبية اي مشاكل من اي نوع حتى لو كانت بسيطة برضو جميل عشان يكون لأي دو بعيدنا عن الاناسيليم اي دو عشان يبقى ليه عارض جانبي لازم يروح لمجرى الدم فالدم يبدأ يوزعه على اعضاء الجسم المختلفة يروح كد كلا دماغ فلاقيه بقى صدع فلاقيه بقى اعرض هنا ليس يوصل الدم كويس هنا زي البليا بالزبط لو طفل صغير بقى لعبليا بتستنيها تاني يوم في الطريق يعني ده حجمه في المعدة لا اكتر ولا اقل هقفوا ليوم في المعدة خلص شغله المعدة تخلص منه بيخرج كويس هي مبرد بالونات طيب قبل ما نقفل التواصل معكم زي احنا لدينا ثلاث طرق للتواصل الارقام ظهر على الشاشة من اول الحلقة تكلمنا على واتساب او حاجة تكلمنا في التليفون هتلاقي دكتور اكد على كلمة دكتور دكتور متخصص لحالتك بعد ما تملى الابليكيشن او تملى الاستمارة هو هيوجهك تعمل ايه دي بالنسبة للارقام يا اما صفحة عندنا صفحتين على الفيسبوك صفحة باسم الشركة اون تارجت فارما او صفحة باسم خبيرة تغزية نهال حافظ هي الماستر دكتور هي اللي بتبدأ توزع المهان على بقية الدكاتر اللي تحت اديها كويس جدا الاتنين بالعربي ولا بالانجليزي صفحة الشركة بالانجليز صفحة نهال حافظ بالعربي كويس اخر طريقة للتواصل انستجرام صفحة باسم OnTargetFarma دي بالانجليز في صفحة انستجرام فيسبوك واتساب او حتى مكالمات اعكد كويس جدا دكتور اللي حيرود عليك هيحطلك النظام والتواصل معاكو اونلاين مفيش ولا مرواح ولا مجي اصلا هتلاقي دكتور في تليفونك حلوة مشتي جدا انوارتنا شكرا يا دكتور دكتور احمد نوبل اخصائي تغذية العلاجية وعلاج السن شكرا جزيلا انوارتنا كل شك لحضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة ان شاء الله دايما معكم بكل جديد اهلا بكم مشاهدين الكرام لقاء بيتجدد في العياد على قناة الحياة وبعد ما خصصنا فقارات كثير لمنتج ألب مالتيفيت اللي هو الكابسولات اللي فيها عدد كبير من الفيتامينز المهمة لجسمنا وأنسجتنا وخلايانا جلنا اسئلة كتير على السوشيل ميديا كلها بتتعلق بوظائف معينة في الجسم او مشاعر او خمول او كسل او ازاي ان انا اقدر احافظ على بشرتي ازاي اقدر احافظ على شعري قلب مالتيفيت زي ما احنا دايما بنتكلم انه هو بيغذي الجهزة كتير جدا في جسمنا وبيقذي وظائف حيوية كتير او بيساعد على تأذية وظائف حيوية كتير وبيلعب بشكل اساسي على جهاز المناعة اللي نقدر نقول انه جهاز مناعة صحي او قوي يعني حياة افضل وصحة افضل هنتكلم اكتر عن قلب مالتيفيت ولكن من خلال اسئلتكو على السوشيل ميديا مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا وصدر وليا ربنا يخليك يا حبيبت الى اي مدى في البداية خلينا نقول قلب مالتيفيت مهم لجهاز المناعة الى اي مدى مدى كبير جدا يعني مناعة الجسم ده جهاز مهم قوي ربنا خلقه لنا عشان نحارب به اي فيروس اي بكتيريا واحيانا كمان خلايا سرطانية لو مناعتي مش كفاية هتلاقي طول الوقت بعية الجهاز المناعة بينبع من كرات الدم البيضة والجهاز الهضمي ناس كتير مش عارف ان المايكوبايون اللي هي البكتيريا النفعة مهمة جدا لجهاز المناعة قلب مالتيفيت بيلعب ازاي على المناعة بالفيتامينات اللي فيه من اهم الفيتامينات اللي دعم المناعة وبقول طول الوقت لازم ندعم مناعتنا صيف شتا ودخلين دلوقتي على فصل الشتا فلازم نقوي مناعتنا ضد اي فيروس ممكن يخش هاجمي او هاجم جسمي من اهم الفيتامينات اللي داخل قلب مالتيفيت بيدعم جدا جهاز المناعة ممكن اقول تلات حاجات مهمين فيتامين سي رقم واحد مهم جدا لتدعيم جهاز المناعي وقلب مالتيفيت بيحتوي على فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام فنسبة قوية جدا تاني معدن هو معدن مش فيتامين هو الزنك الزنك مهم جدا لتدعيم جهاز المناعي داخل قلب مالتيفيت عندي الزنك باعلى نسبة في الزنك بين كل المكملات الغذائية الموجودة في الماركت 23.9 معاهم نحاس فانا عشان اقوي مناعتي لازم مبدئيا التلاتة دول في فيتامينات تانية مهمة بطريقة غير مباشرة اه فيه زي الكوبالامين يعني انا لازم طول وقت عشان اهتم بجهاز المناعي لازم اهتم بدمي الدم هو وسيلة مواصلات الخلايا المناعية اهتم بدمي ازاي بفيتامين بي 12 مشهور قوي فيتامين بي 12 ومهم جدا فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين ده اللي بينطج لي كرات الدم الحمراء مع الفوليك أسد حمض الفوليك هل كل الفيتامينات اللي اتكلمت عليهم موجودين في كابسولة او في قرص واحد يتوفروا في قلب مالتي فيت وقلب مالتي فيت بطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا انه مرخص من هيئة سلامة الغذاء وده بدي امان قوي جدا ان اي حد فينا يقدر ياخده انه متوافر في سلسلة سيدلات كبيرة ويدي امان اكتر ان اي سيدلية بتحط اي مكمل غذائي يبقى مرخص اكيد فبيدي الامان لكل الناس وليزم اي برده اقولهم ودي حاجة مهمة قوي انه سعره رائع يعني انت عندك العلبة لازم امشي يوميا بقرص واحد كل يوم مفيش حاجة اسمها اخد النهاردة قرص وبعد ايها بقى سبوع اصلي نسيت بان دقيقة اي الا على الشاشة دي ده ازاي نقدر نحصل علي البي انه اولا من خلال ارقام الذهة متواجه بالبات او من صفحة بايو ناتشالز اللي على الشاشة او من السيدليات لو حد عايز ياخده مي استيدلية مش عايز ياخده اون لين وعايز ياخده مي استيدلية وكلم استيدلية اللي تحت بيته ملاهوش يقول الدكتور السيدالي ان نحن متواجدين في الشركة المتحدة للسيادلة يقدر يوفر وقتها الدكتور السيدالي القلب مالتيفيت في السيدالية بتاعته عظيم جدا طيب يا دكتور خلينا ندخل على الأسئلة بتاعة السوشال ميديا في سؤال بيقول يا دكتور أنا كنت بشرب كل يوم في نجنين أو ثلاثة أهوة في اليوم بعد ما أخدت القلب مالتيفيت بقيت حسن طاقتي أعلى فكنت بسأل غير أنه هو بيدي طاقة هل هو بيطول الشعر وبيضبط البشرة لإني بقالي ثلاث أسابيع باخده ونوي يستمر عليه هل هو بيلعب على البشرة والشعر طبعا قلب مالتيفيت قوي جدا وداعم جدا للبشرة والشعر بس أنا عايزة أقول قصة القهوة فيه كده حاجة مش صح أن أنا أشرب ثلاثة أربعة خمسة قهوة في اليوم أديني طاقة القهوة بتعمل طاقة بس الزيادة هتعمل كافيين عالي جدا في الدم ده بيؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وضربات قلب وقصص كبيرة ما ينفعش نقطر عن فنجان أو فنجانين بأي شكل طيب عايزين نوقف القهوة عايزين ناخد طاقة الأحسن بالفيتامينات الأحسن لأن قلب مالتيفيت دعم جدا للطاقة عشان كده بقول يتخذوا الصبح أو الظهر ما يتخذش بالليل إيه الفيتامينات اللي داخل داخل جوة قلب مالتيفيت اللي بتديني طاقة ونشاط وحيوية هو فيتامين بيه كومبلكس كل عائلة فيتامين بيه من الكوبالامين من الفوليك أسد من البانتوثينيك أسد من رايبوفلافين بايوتين برضو من عائلة فيتامين بيه الكمبلكس كلها كلها متوفرة داخل أرس واحد وده اللي بيميز قلب مالتيفيت أحياناً بيبقى فيه طبعه وأكيد فيه مالتيفيت منستانيا كتيرة جداً وحاجات كتير كويسة ومحترمة بس بتلاقي فيتامين بيه هتلاقي فيه مثلاً 12 و9 ما فيهوش 1 و2 و3 أو العكس هتلاقي 1 و2 و3 ما فيهوش 5 و6 فأنا عايزة العيلة كلها لأن العيلة كلها هي اللي بتدعم التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي قلب مالتيفيت دعم جداً لتمثيل الغذائي وسرعة الموتابوليزم وسرعة الأيدة عندي فأنا لما باجي أكل إزاي قدر حول الأكل اللي بأكله إلى طاقة بقلب مالتيفيت فأي حد بيتفرج علينا عنده عدم تركيز عنده عدم نشاط مدام عمل تحليل ولأنه هو خالم الأمراض لأن أنت عندك أمراض بتاع أمراض القلب أمراض الرابو أمراض التنفس أمراض الكبد أمراض الكلا كل الحاجات دي أكيد بتقدي إلى كسل وخمول لكن أنا عملت كل كل كلام ده ما عنديش مشكلة لكن برضو حاسة أن أنا ما عنديش نشاط يبقى الفيتامينات اللي بتاخذ من الأكل مش كفاية خالص أعمل إيه؟ أخذ قلب مالتيفيت أرس واحد في اليوم على كوباية مية كبيرة عشان انتصاصه يبقى أسرع عظيم طيب نورة بتقول نورة محمود بتقول أنا حامل في الشهر الخامس وما عنديش طاقة خالص هل مسموح أن أخذ قلب مالتيفيت ولا ممكن يأثر على الحمل والبيبي؟ مسموح جدا آمن جدا وداعم لها جدا محتاجة فيتامين سي محتاجة جدا حمد الفوليك مهم جدا لدعم الخلايا العصبية في الجنين ومحتاجة جدا فيتامين إيه ومحتاجة جدا الكالسيوم آه ممكن برضو وقتها أي ستة حامل أي حاجة بتاخدها بتسأل الدكتور لأن ممكن يكون الكالسيوم بعد الشهر الخامس اللي داخل قلب أنا بقول قلب مالتيفيت إيه؟ هو ما بيعليكش أو ما بيتاخدش وقت معين وبيوقف لأن حتى الكالسيوم نسبته مش كبيرة يعني نسبته 70 في القرس يعني في القرس واحد عشان قدر أمشي عليه ما وقفوش الستة الحامل محتاجة 1200 ميلي جرام يعني ممكن بعد الشهر الخامس الدكتور يقول لها مع ألف مالتيفيت أخدي سابليمت فيه كالسيوم زيادة ده وقت الحمل بس لكن هو دعم جدا للحامل ودعم جدا للمرداعة من أول شهر يا دكتور هي في شهر الخامس بس أنا بسأل هل هو من أول شهر من أول شهر ومن خطة الحامل عشان الفوليك عسد ده مهم جدا جدا عبد الرحمن بيقول عملت تحليل وطلع عندي نقص كالسيوم وحديد وعظمه بيوجعه قوي فهل قلب مالتيفيت ممكن يعليج له المشكلة العظام قلب مالتيفيت طبعا نقص الحديد بيستشير الدكتور الدول الحديد اللي بياخده ده لازم جدا ومحدش ياخد حاجة فيها حديد من غير تحليل ده مهم عشان الحديد ما يعليش يعني وانس إن الحديد قليل لازم أستشير الدكتور الدول الحديد المناسب ليا لو أخدت حديد لازم أخد معاه فيتامين سي عشان يصرع امتصاص الحديد الحديد امتصاصه صعب جدا لو أخد قلب مالتيفيت هو داعا للعظم لأنه هو فيه نسبة كالسيوم 70 ميلي جرام لكن لو نسبة الكالسيوم عنده قليلة لازم أسأل الدكتور هل قلب مالتيفيت كفاية ولا أخد معاه حاجة تانية أو أخد معاه كالسيوم زيادة لمدة شهر شهرين ثلاثة ووقف الكالسيوم الزيادة وامش على قلب مالتيفيت كلايف ستايل بقى بالظبط طيب ميرنا بتقول أنا كان شعري طويل وتقيل فجأة بدأ يقع وقصر جدا زي ناس كتير يعني وإحنا كمان منعاني بدأت أخد قلب مالتيفيت هل لموصل للنتيجة اللي عاوزاها أوقفه ولا ده ممكن يأثر قلب مالتيفيت دعم جدا للشعر جدا لاحتواء على الزينك الزينك مهم لاحتواء على البيوتين البيوتين مهم جدا جدا للشعر لكن مش بس البيوتين يعني عائلة فيتامين بها كلها مهمة للشعر فدعم جدا للشعر يستحسن أن أنا موقفوش أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أمش على أرسي يوميا طول العمر طول العمر يعني التركيزات بتاعته ومش ثلاث شهور ووقف ممكن على طول يعني ومشي مشكلة لأن الفيتامينات اللي فيه قبلها للزوبان في الماء ما تعمليش أي ترصبات في الدفع خالص وكمان التركيز بتاعته مش العالية وتحملي على الكلا خالص أمشي عليه لايف تايم أرس واحد في اليوم لونغ تر ما وقفوش تمام عظيم نروح لمنار بتقول أنا ابني عنده 13 سنة تركيزه قليل من وقت دخول المدارس ودايما ما عندهوش طاقة هل بتنصحي قلب مالتي فيت في الحالة دي وللسن ده بنصح جدا قلب مالتي فيت في السن ده ما فيش أي مشكلة وتركز مع ابنها في موضوع طريقة الأكل وده مهم معهم يعني الأطفال بيبقى صعب أنك انت يعني تلاقي طول الوقت جونك فود فاست فود مقالي فرايز أو فرايد حاجات مقليات كتير جدا كل الحاجات دي هتأثر عليه لما يكبر في مقاومة الأنسولين وفي حاجات كتيرة جدا فلازم برضو أن هي تحد من القصة دي وتديله فيتامينات أكيد بدعم جدا ألبا مالتي فيت هيبقى قوي معاه هيدعم له الطاقة هيدعم له التركيز هيدعم له النشاط هياخده بعد الفطار أو بعد الغداء بساعة بساعة عشان ما يبقاش فيه في الأكل كتير في المعنى طبعا مهم أنه نقول أنه قلب مالتي فيت مش بيشتغل لوحده يعني زي ما حريك قلت لازم يبقى فيه أكل وترائب الأكل وترائب اللايفستايل والأكل بتاعه ده شيء مهم لأن قلب مالتي فيت مش هو اللي هيعمل كل حاجة يعني طيب إسماعيل أحمد بيقول أنا مريض سكر ودايما بحس بتعب من أقل مجهود فمتاح أني أخد ألف مالتي فيت عشان يزود طاقتي يعني نفس السؤال تقريبا بردو مريض السكر برشحر قوي مع الأدوية الدكتور بيكتبها في العلاج أو في الرشدة ألف مالتي فيت لازم مريض السكر لازم يمشي مع الأدوية رقم واحد والفيتامينات رقم اثنين لازم يمشي على فيتامين بي فيتامين بي هيدعم له النشاط هيدعم له الطاقة هيدعم له الحيوية فيتامين سي هيدعم له المناعة وفيتامين بي هيحسن له جدا الجهاز العصبي بتاعه والأعصاب الطرفية لأن الأعصاب الطرفية بتبقى عنده ضعيفة شوية فبتلاقي مريض السكر شوية إيده بترتعش ييجي يمسك المج غصبا عنه ما بيحسش بإيده رجليه لازم يهتم برجليه جدا في القدم السكري بعد الشر لازم يهتم جدا بريزبت السكر طبعا يعني مرض السكر نحترمه هيحترمنا فلازم نتبع الإرشادات الطبية جدا ويلعب رياضة رياضة مهمة جدا وياخد قلب مالتيفيد مش رياضة يعني يهري نفسه يمشي كده تلسع في اليوم المشي آه طبعا طيب محمود طه بيقول أنا ابني عنده ضعف في جهازه المناعي وبيجيله برد كتير في الشتاء وبدأ بدأ هو يديله قلب مالتيفيد من دلوقتي يعني أديله من دلوقتي ولا لما يبدأ فصل الشتاء لا من دلوقتي ما استناش لفصل الشتاء قلب مالتيفيد دي فيتامينات مكمل للأكل هو مش دوا يا جماعة عشان أخذوا إمتى وقفوا إمتى ده مكمل للأكل مكمل الفيتامينات اللي نقصة معي فيتاخد على طول أنا مش مستنية الشتاء يدخل عشان أبتدي أحمي جهازه المناعي من دلوقتي فياخدوا على طول من دلوقتي قرص واحد بعد الفطار طيب سؤال تاني برضو بيقول أنا أخدت قلب مالتيفيد ومشي عليه بقالي شهر ونص حسن شعري جدا ويطوله بس الآن لو وقفته يبوز تاني ما أنا لو وقفت قلب مالتيفيد وأكيد الأكل مش هيبقى كفاية في الفيتامينات أكيد شعر هرجع يقع فأنا محتاجة إن أنا أمشي عليه على طول ما عنديش أي مشكلة لأنك أنت صعب أنك أنت طرفي تاخدي الزينك تاخدي فيتامين بي تاخدي فيتامين سي كل يوم الأكل والجسم بيتطلب الفيتامينات يوميا والجسم لا ينتجها ومعظم الفيتامينات الجسم ما بينتجهاش فلايزم تمشي عليه عشان شعرها ما يرجع يعني ما تبطل مش بتسمعي كتير بياخدوا سبليمنت للشهر ثلاث شهور ويوقفوا وبعد الثلاث شهور شعر بيرجع يقع لأن اللايف ستايل بتاعنا إحنا كم مصريين اللايف ستايل بتاعنا مش قوي في موضوع الأكل الصحي والكلام ده فلازم أدعم أعمل توازن بالانس فلازم أدعم بالفيتامينات والمعادل المرخصة أكيد مش اللي جاي مش مجولة المصدر شركة بايو ناتشرل شركة محترمة ومعروفة دلوقتي ومنتجاتها مرخصة وموجودة في السيداليات فأي حاجة تابعة شركة بايو ناتشرل بأخدها بكل أمان إحنا قلنا لكم صفحة على الفيسبوك لنا صفحة اسمها بايو ناتشرل بنقدر نطلب منها أو بنطلب عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو بنطلب السيداليات السيدال العاملة اللي هم حلية الاختيار بالطريقة اللي هم عايزين يطلبوا بيها ألب مالتيبيت إحنا بنشكرك جدا شكرا جزيلا يا دكتور نجوزي كل الأسئلة وديتنا خلينا يعني خليتنا نبص القلب مالتيبيت من منظور تاني ومن زوايا تانية بنشكرك جدا دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز وكمان بنشكر طبعا مشاهدينا والمشاركين على السوشال ميديا اللي بعتونا الأسئلة وبنشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا هليكم دايما معنا في العيادة على قناة الحياة اشتركوا في القناة